اشتركوا في القناة 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 تيريسا هو رئيس وحدة العمل أنتونيو كما شارك في الاجتماع أيضا المستشار العملي في وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة بالرباد فيرمين يابين المدير العامة لسياسات الهجرة في حكومة أندلس بالإضافة إلى ممثلين عن نقابات الفلاحة إنه هناك العديد من الممثلين قبل الفلاحة والاتحاد تعاونية الأندلس وممثلين الممثلين كذلك خطاء وكوميسيون أوبريرس وغير ذلك هناك واحد جيمة بمدينة الرباد ووصل واحد للتباق بطبيعة الحال هذا الخبر لم يجب أن نقول لكم إلا أنه كان محطوط في البوليتين دي الستادو أنه كان محطوط في الجريدة الرسمية دي الدولة خرج نهار عشرين في شهر عشر وهذا الخبر ده ما أخليكم الرابط ديالو في صندوق الوصف وكذلك نخلي لكم في أول تعليق من أجل البحث والاستفسار فهذا الموضوع أخوتي إخوات ساسين والناس اللي عندها رغباء باش أنها تجيز تخدم في الفلاحة في ميدان جني الفراولة والفواكه يمكن لهم يتخذوا هذا الرابط ويقلبوا على فرصة العمل هنا بالدير إسبانيا نزيد معكم أخوتي إخوات ساسين وبعد الاجتماع تم تشكيل مؤتد العمل والاتفاق على سلسلة من المقاييس لإعطاء دفعة جديدة للوقاية الصحية للتعاقد مع العمال في المغرب وبالتالي استجابة للحاجة إلى العمل خلال أشهر إنتاج الفراولة القصوى وفواكه أخرى هنا يدير وحد الوقاية الصحية من أجل الأمن والأمان وهذه أول حاجة من أجل إنتاج في أشهر إنتاج الفراولة والفواكه ظروف النقل وفيما يتعلق بمراقبة ظروف الصحي لمغارضة المغرب بواسطة النقل البحري تم اقتراح بروتوكولات مختلفة الصحة الخارجية منطقة كذا وكذا للمدير العملي الهجرة ووزارة الصحة والعمليات الفلاحية الخاصة لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بكل شركة والتي تنفذها خدماتها للوقاية من مخاطر العمالة لذلك سيكون الهدف من الحملة الزراعي الجديد هو ضمان استفاء جميع التدابير المتاحة قانونيا في التنقل والإقامة والعمل حتى عودة العمال في نهاية الأحملة المغرب يعني هنا ماذا يطحوا في الخطأ اللي يطحوا فيه فاش بداء الوباء هنا الدولة إسبانيا غادية تتكلف بكل شي في اتفاقية مع المغرب في التنقل والإقامة والعمل وفاش يكملوا العمل ديالهم اللي يتم ترحيل ديالهم إلى بلاد الأم يعني باش ما يتحوش في ذلك الخطأ اللي يطحوا فيه حقيقة العاملات في ميدان الفراولة فاش بداء الوباء وكانت تزداد الحدوث بقاء وحاصن العاملات وتمحنوا كثيرا ما بغاش يطحوا في هذا الخطأ كما كتشوفوا مع الأخوتي واخوتاتي وصلت المدير العمال للإجراء الإسبانيا ضوء على أهمية إطار التعاون بين المغرب وإسبانيا الدروري لسير الحمل الفلاحي في أحسن درو هنا خلاصة للقول هنا المغرب هنا لإسبانيا مع مرات الصغني على اليد العاملة وأشار إلى أنه بين شهري يناير ومايل من العام الجاري تم تسجيل ما يقرب من 156 ألف عامل للعمل بالموسم الزراعي من المتوقع في عام 2021 زيادة في الكثيرات المزرعة مما يساهم في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جراء الوضع الصحيح هناك تقولك أن 156 ألف عامل رمش الجلاء شهر واحد يناير وقتل مايل رمش الجلاء السوق مصيرنا في عامل الموسم الزراعي و 2021 ربما يزيدون بزاف ديالهكتاراس وربما يطلبوا العدد كبير من العاملة كذلك في هذا الميدان هذا وتعادة كتابة الدولة الإسبانية الهجرة بالتساة العاملة للتعاقد مع العمال ومنحهم تصريح اللازمة في الوقت المحدد والإطلاع على القرارات المنصورة في جريدة الرسمية للدولة الإسلامية يعني هنا الجريدة الإسلامية ونخش في القرار ونأخش في القرار ونأخش في القرار هنا كيفما كتشوف معي نترجموها لكم باش شوفوا ذلك شيء بعينيكم هنا باش ما نطولوش لكم خوتي 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 كيفما كتشوفوا هنا القرار الصادر في 20 أكتوبر في 20 أمانة الفينية العامة هنا هتقرار خوج نار 20 أكتوبر خوتي 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 في هذا المنبر تنقلكم بارتاج 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 على أوسع النطاق الناس اللي كانهم الأمر مكلا تجي وتقلب على رأسه في ميدان الفلاحة ومهذا المنبر تنقلكم شكرا جزيلا على المتابعة وكاعدك شكرا معي في القناة تفعلوها بس وصف الجديد اعطانوا اللايك اشتركوا في القناة وحبكم في الله والسلام وعليكم وحمد الله صلى الله عليه وسلم وبركاته